الحكم على أم يوتيوبر مشهورة بالسجن 30 سنة بتهمة الإساءة لأطفالها تحت هذا العنوان كتبت تسنيم راجح قبل أيام حكمت محكمة في ولاية يوتا الأمريكية على اليوتيوبر التي كانت تدير منصات مليونية على وسائل التواصل لتعليم طرق التربية بالسجن 30 سنة بتهمة الإساءة لأولادها وإذائهم وقد تم اعتقال الأم في شهر غوشت الماضي حين هرب أحد الأطفال لبيت الجيران واتصل بالشرطة من عندهم فوجدت الشرطة بقايا اللاصق الذي كان مقيدا به على يديه وكذلك جروحا مفتوحة وعلامات سوء تغذية وكذلك الحال على إخوته الخمس الآخرين ومع الأم تم اعتقال شركتها في الجريمة مدربة التربية التي كانت تعلمها والتي باتت شركتها في تعليم التأديم الذي تقوم به على وسائل التواصل تلك المدربة هي التي بدأت كل تلك الأفكار المجنونة عن العقوبات المؤذية للأطفال وتعذيبهم لغاية التأديم وقد اعترفت الأم بكل جرائمها الموثقة وقالت بأنها كانت تظن نفسها تفعل الصواب لأكثر والذي يهمني من القصة وأنقلها لأجله وعدة نقاط كما كتبت سنيم راجح أولا لأن عالمنا يعيش تشوهات وأزمات حقيقية في مجالة العلوم النفسية والاجتماعية ومع السيولة وجعل الشعبية هي المعيار يصبح أي شخص قادرا على التصدر في أي موضوع يريده ومن أخطر ما يتم التكلم فيه هو موضوع صناعة الإنسان وتربيته وتنشئته منذ الطفولة فهذه الأم كانت ذات من الصات يتابع الملايين وهي تعلمهم التربية من خلالها وقد ظهر أنها تبرر تعذيب الأطفال وتصنع وتعمق التشوهات النفسية والاضطرابات والانفصال عن الواقع وقتل الإنسان ووحي لذلك انتبهوا ممن تسمعون وماذا ترون أرفضوا تماما للسماع لمن لا تثقون به ولا زكاه لكم أهل الفضل والعلم صحيح أن بعض الفساد واضح لكنه ليس جميعا كذلك فهناك من يدس السم في العسل وهناك من يبدو كلام جاذبا لطيفا وهو يمشي بالمتابعين على طريق الكافرين ويصدر أفكارهم وعباراتهم فالإنسان يتحول أمام وسائل التواصل إلى مصاحب لهؤلاء المؤثرين كأنه يعيش معهم يأخذ منهم نامط حياتهم وطريقة تفكيرهم وكلماتهم وإن كان تدمير هذه الأم لأبنائها واضحا جسديا فإن هناك من يدعو لتدمير الأبناء بقتل روحهم وفطرتهم وتنشئتهم على سوء الأدب مع خالقهم وغير ذلك من انحرافات ينبغي الحذر منها في المتصدرين للتربية ثانيا لننظر لقبح وقضارة العالم الذي يخلو من نور الوحي ومنطلقاته الثابسة الواضحة والمتوازنة إلى أين قد تصل الأم المتبعة لهواها وكيف يضيع الإنسان وتتشوه أجمل علاقة بين مخلوقين فهذا الذي نرى هنا مثال للإئتمار بالهوى والسير معاه وهذه أم مشوهة الفطرة لا تحب أطفالها وجل أمها وهدفها هو منع ميوعتهم تماما حتى باتت تعذبهم وتؤذيهم ويتحسب أنها تربيهم وثالثا لننظر لغياب توازن من اتخذ إله هواه كيف لا يستطيعون هنا رؤية الحزم الرحيم الذي يحفظ كرامة الإبن ولا تطبيقه كيف الأمر عندهم إما ميوع وإما عنف وقصواه بل هذا الموقف هو رد فعل على تطرف سبقه وهو ثقافة تعظيم الإنسان تميعه وهو متطرف مثلها ولو كان مع هؤلاء قبس من نور هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا رأوا أن التوازن ممكن وأن الحل ليس أبيضا ولا أسود إنما هو بحسب ما يحقق النفع الأغلبي للمترب في الدنيا والآخرة وذلك برفق غالبا وبشدة أحيانا وبتدرج وصبر كثيرا لكن هؤلاء لا ثوبت لهم ولا يخرجون من قفز بين ردة فعل وأخرى وتجريب في الإنسان وآخر وهذا حال المدارس التربوية الغربية لأن الاجتهاد الفكري والخبر الحياتي لا تكفي ولأن تربية النفوس ينبغي أن تنطلق من تعاليم خالقها الخبير بها لا من أهواء وظنون وتجارب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر